منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مشاهدين عمدت المقاومة إلى نشر مشاهدة لتصديها للقوات الإسرائيلية المتواغلة وتركيزها على تدمير آلياتها وقنص جنودها لكن السؤال الذي يشغل كثيرين كان عن مرحلة ما قبل تلك المشاهد التي تنشرها المقاومة فالمقاتلون في الفصائل كافة هم من أبناء قطاع غزة يصيبهم ما حل بالأهالي من جوع وحصار وانعدام لأدنى مقاومات الحياة فكيف يديرون عمليات القتال وكيف يخططون لها كتائب القسام أمس نشرت فيديو هو الأول من نوعه يظهر جانبا من يوميات مقاتليها على جبهات القتال كيف يعدون طعامهم ويتجهزون للقتال ٢٠٦٣٠٦٪ ٢٠٨٦٪ ٢٦٩١ ٢٠٦١٩ ٢٦٦٨٪ ٢٠٦٪ ٢٦٦٪ ٢٦ٱ٦ٳ ٢٦٩ أح необходим横 حoberوت ٢٦٦١뙀واق ٢ٰ٦٦٫ ٢٦١٦١ ٢٦٦٫٦٩ ٢٦٦ه ٢٪٦٦٦٬ ٢٦٦٫٦ٴ ٢٦٦٪٦٦٦٦ ونتزين ونتعقل قبل لقاء العدو لأننا سننقى الله عز وجل لأننا شهداء مقابلين غير مدبئرين وإن قدر لنا الله عز وجل الحياة فستكون حياتنا إن شاء الله في سبيل الله وسنري عدونا من بأسنا إن شاء الله هذا الفيديو الذي نشره الإعلام العسكري للمقاومة جاء بعد يومين من إعلان جيش الاحتلال انسحابه من حي الشجعية والانتهاء من العملية العسكرية هناك والتي استمرت نحو أسبوعين تاركا خلفه آليات عسكرية مدمرة ومئات الجثث من المدنيين من أهل غزة الفيديو الذي نشرت في القسام شمل إلى جانب يوميات مقاتليها مشاهدة من استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته نشاهد معا الله أكبر الله أكبر فلتتأمل هذا المشهد وعلى مدخل الشجعية هذه فضائح إسرائيل في الشجعي الله أكبر يا صلاة والله أنها نظر هيكة أحلى منها رواد مواقع التواصل تفاعلوا بشكل واسع مع مقاطع القسام معتبرين أنها دليل على كفاءة العمل العسكري لدى المقاومة الباحث السياسي المصري محمود هدهوت قال وقدة الحرب في غزة حاليا هي أن المقاومة مازالت قوية مش العكس ودي المفرأة يقول أيضا بالنسبة لإسرائيل وتحديدا لنتنياهو اللي بيكمل الحرب لأسباب محط المطلوب هو مشهد انتصاري يمكن إزدال السطار عليه وتحويله لتميمة انتخابية تبطل مفعول 7 أكتوبر في الانتخابات المقبلة المشهد ده في كل خطوة بيتصورها نتنياهو بتحول لإخفاق وده اللي ظهر تحديدا في معارك جبالي الثانية ورفح والشجعية الثانية اللي بيانات الجيش الإسرائيلي فيها خجولة جدا صالح الصمادي قال ما شاهدناه في الشجعية يعكس حقيقة ما تقوله قيادة المقاومة حول قدرتها على ترميم ذاتها وإعادة بناء قدرتها بشكل يجعل كفاءتها القطالية وكأنها في اليوم الأول من المعركة بينما قال علاء شعث بالمناسبة المركافة تصل أبعادها إلى يصف طولها بسبعة سبعة ستة أمتار عرضها بثلاثة فاصل سبعين أمتار ارتفاع اثنين فاصل ستين متر ويمكن للقائد رؤية المحيط بثلاثمائة وستين درجة ورغم ذلك إذا سابق المقاتل مهاجمتها والصعود عليها وتفخيخها ترجمة نانسي قنقر